أهلا بكم أول التجمعات بشأن الأزمة السورية كان ما عرف بأصدقاء الشعب السوري وهو تحالف دولي ضم قرابة مئة دولة العنوان الأبرز للتجمع كان رحيل رئيس سوري بشار الأسد كمقدمة لحل الأزمة. وبطبيعة الحال روسيا والصين عارضتا المطلبة وقاطعتا التجمع وقد عقد تجمع أصدقاء الشعب السوري عدة مؤتمرات بدءا بمؤتمر تونس في فبراير شباط عام 2012 بمشاركة نحو سبعين دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وخرج ببيان ختمي يدعو إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب ثاني مؤتمراته كان في اسطنبول في أبريل نيسان عام 2012 بمشاركة نحو ثمانين دولة أما ثالث مؤتمرات التجمع فاحتضنته العاصمة الفرنسية باريس في يوليو تموز عام 2012 بمشاركة نحو مئة دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية وعدد من الدول العربية وفي هذا المؤتمر تمت الدعوة إلى رحيل رئيس الأسد ومذ ذاك الحين برز الحديث عن إقامة ممرات آمنة ومناطق حظر جوي أصدقاء سوريا برعاية الولايات المتحدة اضطروا في النهاية إلى التفاوض مع القوى المقابلة الفاعلة ميدنيا وعلى رأسها الدولة السورية وحلفاؤها فعقدت مجموعة العمل حول سوريا اجتماعها الأول في حزيران يونيو عام 2012 بجنيف ونتج عن جنيف واحد خطة انتقالية لمعالجة الأزمة السورية عبر تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن أعضاء من الحكومة السورية والمعارضة تشكل على أساس القبول المتبادل من الطرفين وفي كانون الأول ديسمبر عام 2013 أعلن المبعوث الدولي للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي قائمة الدول المشاركة في مباحثة جنيف اثنين واعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على مشاركة إيران فسحبت دعوة إيران لحضور المؤتمر حظي جنيف اثنين بمشاركة الحكومة السورية والاقتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية وركزت المفاوضات على نقطتين هما الإرهاب والحكومة الانتقالية وبعد فشل جنيف اثنين عقدت محادثات فيينا واعتبارا من تشرين الثاني نوفمبر عام 2015 عرفت باسم محادثات المجموعة الدولية لدعم سوريا والتي تتكون من عشرين مشاركة أبرزهم من الصين وروسيا وأمريكا ومصر وإيران والسعودية وتركيا ترجمة نانسي قنقر